وأن تمر بجوار الطريق الوطني رقم 14 ببلدية طارق بن زياد سيلفت نظرك مشهد مرعب لحي سكاني مأهول يقع في سفح جبلي به سخور ضخمة تتوزع هنا وهناك ولا يفصل عن انهيارها سوى اكتمال تعريتها الحي شيد في سنة 1980 في إطار البناء الذاتي وفي إطار البناء تعلم كوبين ولكن الحي هذا رحي عيش تحت رحمة مجموعة من ظواهر اللي نعيشها تحت سفح هذا الجبل الانجرافات تعلمية وانجرافة 1980 عطاونا هنا ومن لكن بكواغطنا شهادة حيالهم من كواغط في ديارة وعنا الآن البنك يطلق سألوك يتريد مو بيعودوهم ما عودوهمش ولاية الحملية جي من منازل جي قريبا للجبل هذا الذي كلي ولينا خافوا عن فوسنا ومولوا وولادنا دي جرانا خايفين كاشو واحدة منهم تابط علينا وصخور كبار ياسر سكان الحي لم يجد سبيلا بعد مناشدتهم السلطات سوى غرس بعض الصبار والأشجار لعلها تساعد في تماسك التربة إضافة إلى سياج من السلك يتقدم خطوط الدفاع والتي لم تمنع بعض الانهيارات الترابية مؤخرا كسكان هذا الحي قمنا بإنجاز مصاطب على مستوانا بآلة خفيفة بطبيعة الحال للحد من ظاهرة السيول والانجرافة التربة أضيف إلى ذلك قمنا كما قمنا بإمكانياتنا الخاصة بتشجير المنطقة هذه بأشجار للحد من ظاهرة الانجراف نحن بنينا في الليل بنينا في النهار وبكواتنا قانونيين واليوم لدينا حق في الحاجة التي يظهرنا ندافع عليها وكاين الرجال وكاين الحق فوق الجميع ليبقى السؤال المطروح عن من يقع اللوم في وجود سكانات في وضعية قانونية على الأوراق إلا أنها على الواقع في حالة خطر محتق والذي قد يتطور إلى كارثة لا قدر الله إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة اشتركوا في القناة